السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن نذكركم بالاشتراك في القناة لا تنسوا تفعلوا الجرس ونضغط الوصفة اليوم من ألد و أسهل و أروع ووصفة ناجحة و سهلة و لا تأخذ وقت طويل في التحضير ونضغط مباشرة المكونات و طريقة التحضير بالنسبة لك خيم باتي سياق سبق لي و نزلتها في القناة سوف نضغط مقترحة و أسفل فيديو في الصندوق الوصف و نضغط طريقة التحضير العجين في العجانة أعملت جوج معلقة كبيرة الخميرة فورية مع 4 كاس السكر معلقة الفاني و 4 كاس زيت و نضيف لهم بيضة من الحجم معلقة كبيرة الزبدة و نضيف لهم 600 جرام ديال الدقيق من الأفضل نستعملوا الدقيق الخاص بالحلويات سوف نضيف العجانة على هاد المكونات تعجنهم لي في الأول و من بعد نضيف لهم 250 ملي لتر ديال الماء مع نصف معلقة صغيرة ديال الخل سوف نضيف العجانة و تعجنهم و كيف تشوفوا معايا العجانة تكون خفيفة كتلصق شوية في اليد نضيفها في السم و نضيفها في المطلق نضيفها بعض الأسع 10 غرام الزبدة نحاول أني نجعلها بدرجة حارات المطبخ نحاول أني نرجع بها البوماد وندهن بها مزيان العجينة نحاول أن نقرب الجوانب لكي لا تخرج عندي الزبدة وأنا كنورق فيها لأنني قد أرجع نطوي هذه العجينة فكيف تشوفوا معي هادهنت مزيان ومن بعد نطويها نجيبها للنصف ونحاول أني نوصل العجينة للجوانب ولكن من المسمن طويان ونقرب الزبدة أضحها 113 غرام نهانها مزيان هاد عجينة ونقرب الجانب الثاني نقرب العجين نقرب الجانب الأول وهي طريقة سهلة ومن بعد نبدأ لعجينة بالنصف على الأربعة نضغطيها و نجعلها بترتاح تقريباً لأربوع ساعة لعشرين دقيقة و نسأل علي أن نورقها نرى العجين نرى العجين 1 سنتيم نرى الكريم باتيسيا في الوسط لا يخرج الكريم باتيسيا السمك حتى تلفي بالطول ان يأتي النقر سيلاد الكريم باتيسيا وتتلفي بالعرض سمك لان لفيتنا لحظة ومن ثلاثة الثانية سوف نقوم بإضافة من المصر ونقوم بإضافة 1.5 سم و نقطع بها ونقوم بإضافة في اللاطا هذا هو الشكل ديالهم كيفاش تيجي وعملتم من الفلطان خليهم يتخمروا واحد شوية ونشعل الفران على 350 فرانهايت 180 درجة وشفوا معي ما شاء الله الحجب ديالهم كبيرا غدا نخد دبيا لصفار ديال البيض مع القليل من القهوة سريعة الدوابان وغدا ندهن الجوانب ديال الليشنيك بالبيض وهذا ندخلهم الفران من الأسفل من اللي يتحمروا عندي نطلعهم شوية الفوق باش ياخدوا عندي اللون بحالي كتشوفوا في الفيديو غدا ندهنهم بالعسل أنا كنفضل نستعمل العسل ما كانش متوفر عندكم العسل ستعملوا الناباج هدا ندهنهم بالعسل ورشيت عليهم من الفوق البيستاش ممكن تعاوضوا البيستاش بالكوكو او لا باللوز على حسب شنو متوفر عندكم وكان هدا هو الشكل ديال الليشنيك الوصفة ناجحة العجين ناجح كيجي ورطبين وغزالين بزف زف يعني حسن من اللي كتبعو في المحلات نتمنى أن الوصفة ديال يومتنا الإعجاب ديالكم ونتمنى أن تجربوها في الفيديو اللي قبل شارك سمعاكم عجين تاني ووصفة تانية ديال البغيوش بالحشوة ديال الكريم باتيسيار حتى هما كيجي وردين بزف غدا نخلي لكم الرابط ديالهم في الفيديوهات المقترحة هو الفيديو ديال الكاسترد ما بغيش الفيديو يكون هنا يطويل ما بارتاجيتش فيه الكاسترد اللي أني أورادي منزلها في القناة نتمنى الفيديو ديال يومينا الإعجاب ديالكم وما تنسوش للشراك في القناة خلولي لايك خلولي كومنت لكم كتشجعوني نقدم أكثر ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم بحول الله اشتركوا في القناة